موسيقى عزائنا ومتابعينا على شاشة نورسات وتلفزيون تليلومير من حييكم هذا المساء في لقاء خاص مع النائب البطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن الأب الدكتور جمال خضر أهلا وسهلا فيك أبونا وشكرا على صدابتك في المطرانية اللاتين في عمان فمنشكرك على وقتك اللي خصصته لإلنا شكرا لكم وبالمناسبة كمان بدا نرجع نحن نحييكم ونقول لك ألف ألف مبروك التعيين الجديد وهذه الثقة شكرا ربنا يبارك رسالتك يا أبونا في هذا الحقل حقل الرب اللي بيحتاج فعلا لعمل كثير فبداية رح أحكي نبدأ عن حياتك قدرت ألخصها يعني بأكم سطر عشان ما نطولش على المشاهدين ونحكيها لكن وجدت أنه أنت يعني غني في دراساتك وعطائك وخدمتك وتبوأت عدة مراكز وعدة مواقع وكان عملك متميز في كافة المواقع اللي كنت فيها فيعطيك العافية شكرا بالنسبة لأبونا الدكتور جمال بولس خضر الدعيبس نقدر نحكي عن السنة ميلادك سنة الأربعة وستين في بلدة الزبابدة واللي ما بيعرف بلدة الزبابدة هي موجودة في جنوب شرق مدينة جنين في فلسطين التحق بالأكل ركية البطرياركية في بيت جالة بفلسطين وتدرج في التنشئة الإنسانية والروحية ليسام كاهنا عام 88 على يد البطريارك ميشيل الصباح في نفس البلدة كمان سنة كاهنا كان بداية الانتفاضة الأولى لذلك كانت الرسامة في نفس البلدة نفس البلدة نعم والانتفاضة كانت ومناسبتها يعني كان الاحتفال عادة تقام الرسامات في كنيسة البطرياركية نعم ولكن بسبب الأوضاع في ذلك الوقت كان لأول مرة الرسامة تتم في نفس البلدة آه حلو يعني هذه معلومة هلأ إضافتها عينا كاهنا مساعدا في رعية المصدر في الأردن في عمان ليعود عام 1989 معلما في الكليركية البطرياركية في بيت جالة يعني رجعت أستاذ في نفس البطرياركية اللي الإكليركي اللي تعلمت فيها عام 1990 أصبحت كاهنا لرعية ماريلياس في بلدة الوهادنا شمال الأردن سافرت إلى العاصمة الإيطالية عام الـ 94 لاستكمال دراساتك العليا في اللهوت في الجامعة القريبورية الحضرية عدت من جديد معلما في الكليركية مصرين عليك عام 1998 وأصبحت في العام 2003 رئيسا لقسم الدراسات الدينية في جامعة بيت لحم ومن ثم عميدا لكلية الأداب فيها عام 2008 تم تعيينك قانوني القبر المقدس في نيسان من العام 2009 ومن ثم رئيسا لإكليركية في بيت جالة عام 2013 عينت عام 2017 كأنك أخذت إجازة يعني شوي من التعليم كاهنا لرعية العائلة المقدسة في رام الله ومديرا عاما لمدارس البطرياركية اللاتينية في فلسطين عام 2019 وأمينا عاما أيضا للمدارس المسيحية في فلسطين في فلسطين حيلا هذه كمان إضافة يعني وأنت الآن النائب البطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن أبونا جمال أبونا جمال تبوأت عدة مناصب في البطرياركية اللاتينية بين الأردن وفلسطين وكنت معلم أكاديمي لهوت متميز الآن تسلمت موقعك كنائب بطرياركي لكنيسة اللاتين في الأردن هل اتجاه الكنيسة اللاتينية في إعادة النظر بهيكلية وتشكيلة النظام الكهنوتي في أبرشياتها أو هي أبرشية واحدة نحن ذكرنا نقول نياباتها في المناطق التي ترأسها الكنيسة كنيسة البطرياركية اللاتينية هي كنيسة شابة وكنيسة فيها حية ودائما بحاجة إلى خبرات متنوعة عندما أقول كنيسة شابة لا أعني فقط المؤمنين ولكن أعني الكهنة أيضا وهناك دائما حاجة إلى تنظيم العمل خصوصا بوجود البطرياركية اللاتينية في أربع دول مختلفة في الأردن فلسطين إسرائيل وقبرص وهناك الحاجة لتنظيم هذا العمل والاستفادة من الخبرات المختلفة لتنظيم هذا العمل مع مراعاة الفرقات المحلية في كل مكان فمن هنا حاجة الكنيسة دائما إلى تنظيم هذا العمل ولإحياء هذه الشراكة في الكنيسة المحلية لا أسميها عادة هيكلة لأنه هذا يخص شركات ولكن في الكنيسة هناك مسؤوليات مختلفة ومسؤوليات متكاملة فيما بينها ولهذا السبب حدثت تعينات الأخيرة من قبل غبطة البطريارك بير باتتيستا مع تعيينه لسيادة المطران ويليام الشوملي كنائب عام للبطرياركية ونائب لفلسطين وتعيينه أيضا نائبا في الأردن هذه هي الخطوة الأخيرة التي رافقت بعض التغييرات الأخرى أيضا لحياء العمل داخل الكنيسة هذا الهدف الرئيسي منها نعم أبونا النياب البطرياركي اللاتيني بالأردن كمؤسسة كنسية عريقة وإلها تاريخها الطويل في الأردن بتفرع منها العديد من الأقسام منها المدارس مراكز صحية إغاثة مؤخرا صارت فكيف تقيم أنا بعرف أنك لسه فترة أصيرة لسه بهذا المنصب لكن أنت كمان خدمت في الأردن عدة سنوات فكيف تقيم الوضع الراهن فيها؟ الأردن هو جزء أصيل من البطرياركية اللاتينية وعندما نعرف البطرياركية اللاتينية الأورشالمية مقرها في مدينة القدس وشرف لنا أن نتبع لهذه الكنيسة في مدينة القدس هناك تواجد لعدد المؤمنين التابعين للكنيسة الأكبر هي في الأردن ومن ثم المؤسسات الكنسية وما شاهدته خلال الفترة الخليلة الماضية هي حيوية الكنيسة هي فعلا كنيسة حية وكنيسة ناشطة وكنيسة تقوم برسالتها في خدمة هذا المجتمع في خدمة المسيحيين خصوصا من خلال المدارس اللي نعطيها أهمية خاصة وهذا من بداية البطرياركية من أكثر من 160 سنة بدأت المدارس في رعيانا في الأردن ومن المهم أنه نستمر في هذه الرسالة ويتفرع منها الخدمات الإغاثية وطبية وكافة المؤسسات التابعة الحاجة هي لتنظيم العمل للاستمرار في هذه الرسالة لمواجهة التحديات الجديدة فترة ما بعد الكورونا مع العلم أنه لم ننتهي من الكورونا بعد ولكن هناك تحديات جديدة لابد من مواجهتها لكي نقوم برسالتنا الرسالة الأصيلة بنمط يتناسب مع المجتمع اللي منعيش فيه فملاحظة على هذا الوجود وعلى التعاون الموجود من قبل المؤمنين المؤمنين قاربين وهناك كثير من المؤمنين القاربين من الكنيسة والمستعدين دائما لخدمة هذه الكنيسة وهناك خدمة المحبة أيضا تجاه المحتاجين على سبيل المثال فمسؤولية نائب البطرياركي هو في تنصيق هذا العمل في تنصيق هذه العمل للمؤسسات وفي أن يرعى ويتأكد أن الكنيسة تقوم برسالتها فعلا في هذا المجتمع سعيد جدا أنه أسمع عن مبادرات كثيرة عن وقاء على الأرض تدل على حيوية هذه الكنيسة من المهم تشجيع الكنيسة ودعم القائمين على هذه المؤسسات لنستمر ولنتقدم إلى الأمام اللي ما بتقدم بتأخر المثال بيقول فما منقدر أنه نكتفي ونكون راضين عن أنفسنا دائما بحاجة أن ننظر إلى الأمام وننظر إلى خدمة أفضل للإنسان وعندما أقول للإنسان أبدأ أولا بالمؤمن أكيد ولكن بخدمة لكل إنسان في هذا الوطن في المملكة الأردينية الهاشمية لأنه رسالتنا موجهة لكل إنسان في هذا الوطن أبونا يعني هو أنا ملاحظتي على الموضوع المؤسسات الكنيسية ليس انتقاد لها لكن نحن بعالم متسارع ومتغير ومتغيرات كثيرة حدثت في العوام الماضية ما مدى رضاك أنت للمؤسسات الكنيسية التعليم المدارس الإغاثية الصحية فما مدى رضاك عن هذه المؤسسات وأداءها أولا من ناحية الطاقات الموجودة والأشخاص الموجودين واللي بيقوموا بهذا العمل هناك طاقات كثيرة أن أكون راضي عنها معناته أن أكتفي بالموجود والمهم بالنسبة لنا أنه نواجه هذه التحديات الجديدة وأنه نطور هذا العمل وخصوصا عملية تنصيق فيما بين الجهات المختلفة داخل الكنيسة فيه طاقات كثيرة ولكن في بعض الأحيان عند انطباع أنه نوعا ما مباثرة فحتى نوحد هذه الجهود مع بعض وحتى نحيي بعض الجوارب على سبيل المثال الأولوية تعطى للتعليم المسيحي في مدارسنا من المهم أنه نتعرف على الواقع الموجود على الإمكانيات الموجودة على المبادرات الموجودة لتحسين التعليم المسيحي وللعمل على دعم التعليم المسيحي ليس فقط في مدارسنا ولكن في كل المدارس المسيحية الموجودة في الأردن كما قلت هناك مبادرات مختلفة ولكن من المهم أن نعمل مع الجميع وهذا معناه كنيسة المسؤولية لا تقع على شخص واحد ولكن مسؤوليات تشمل الجميع تشمل كهنة الرعاية تشمل معلمي التعليم المسيحي تشمل مدراء المدارس تشمل التعليم المسيحي في الرعية مدرسة الأحد الشبيبة إلى آخره فكيف يمكن أن نضع خطة وننصق العمل بين الجميع لرعاية التعليم المسيحي اللي بعتبره أولوية في كنيستنا هل كون أنك أخذت التعليم المسيحي كأولوية من خلفية الأكاديمية اللي حضرتك تتسمى وتوصف فيها يعني دائرة الدراسات الدينية في جامعة بيت لحم أسست في عام 98 أو قبل لتحضير معلمي للتعليم المسيحي فأغلبية المعلمي تعليم المسيحي في فلسطين تخرجوا من الجامعة ولكن نصل إلى المعلمي تعليم المسيحي في أماكن تواجدها فهناك مساقات جامعية قمنا فيها في القدس في رمالة والآن في الأردن أيضا بدعم من جامعة بيت لحم بالدراسة علمية وأكاديمية لموضوع التعليم المسيحي نعم هذا اهتمامي الأول بسبب هذه الخلفية واهتمامي الآن كنائب بطرياركي اللي رسالتي تقوم أولا على التعليم والتعليم المسيحي حلا الله يوفقك يا أبونا بصراحة يعني أنا هذا الجانب من التعليم لما ذكرت موضوع الأحد مدارس الأحد أنا كنت أخدم مدارس الأحد وكنت نعطي تعليم لتحضير المناولة والتطبيط لطلاب المدارس خاصة في المدارس الحكومية طلابنا نجيبهم يوم الجمعة فما كانش فيه منهاج بصراحة موحد أنه نستعمله فكانت كلياتها عن سيما تقول اجتهادات يعني كل إنسان حسب اجتهادات وحسب حبته وشغفه بالتعليم هذا الموضوع في مكتب التعليم المسيحي في فلسطين قام بعداد كتب حلا ولكن لا يكفي أنه يكون جهة واحدة نعم الكل وهذه الكتب ليست منهاج ولكن مواد إثرائية وهي مواد صحة هذا المهم حتى نعطي مجال للإبداع للإبداع الفردي وللمبادرات الفردية ولكن نغنيها من خلال هذه المواد الإثرائية وإن شاء الله نعممها على الأول المناولة التثبيت تحضير الأسرار تحضير سر الزواج نعم مناهج التعليم المسيحي ونشترك كأبرشية كبطرياركية لاتينية أيضا في دعم مختلف جوانب التعليم المسيحي في الأبرشية أبونا بالنسبة للتربية الدينية المسيحية بدي أخص بالذكر اللاتينية هي تربية معروفة أنها غربية يعني تختلف عن الكنائس الشرقية في روحانياتها هذه الروحانية الغربية هل أحدثت تغييرا جذريا بالتشكيل الروحانية العالمية؟ نعم يعني أستطيع أن أقول بكل تأكيد أنه هذا التعليم للكنيسة اللاتينية اللي ساهم في مختلف الجوانب وليس في الجوانب اللهوتية الدينية فقط ولكن أيضا في الجوانب الاجتماعية فمثلا التعليم الكنيسة الاجتماعي اليوم هو تعليم مهم جدا ومؤخرا الاهتمام بموضوع البيئة والكل ينتظر ما هو تعليم الكنيسة وماذا تقول الكنيسة في هذه المواضيع المهمة والحياتية لنأخذ بعين الاعتبار أن الكنيسة اللاتينية موجودة في كل أنحاء العالم أحيانا تأخذ هذا الطابع الأوروبي الغربي ولكن اليوم التركيز الأكبر هو في بلدان العالم الثالث وهناك تأثير واضح لانتشار المسيحية والثقافات المحلية أيضا على تعليم الكنيسة الكاثوريكية بشكل عام فاليوم لا نستطيع أن نقول أنها تعليم غربي لأنه في آخر إحصائيات التركيز الوجود الكنيسة الكاثوريكية اللاتينية هو في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية أكثر منه في أوروبا فهذا كمان عنصر جديد اللي يضاف على غنى هذا التعليم للكنيسة الكاثوريكية أبونا لما نحكي عن تعليم غربي يعني إحنا من الكنيسة الكاثوريكية في زي ما أنت تفضلت في دول العالم الغربي أوروبا وأمريكا يختلف المبادئ والحياة وأسلوب الحياة من يعني مثلا بالعائلة الغربية غير على العائلة الشرقية في خصوصية خاصة في العائلة الشرقية أو المجتمع الشرقي والثقافة الشرقية المتأثرة مثلا بالديانات الأخرى فلما تعطي تعليم الكنيسة اللاتينية تعطي تعليم طبعا التعليم هذا بيكون والإرشاد من روما من الفاتيكان هذا التعليم عشان هيك يتسم بطابع غربي فهل تنظر الفاتيكان أو الكنيسة روما عن خصوصية الشعوب في منطقة الشرق في منطقة العربية في الشرق الأوسط أو تفصل هل تفصل تعليمها أنه للدول الغربية هذا التعليم والدول الشرقية هذا التعليم أنا بعرف إنها تعليم واحد لكن في عندك اختلاف وهذا ما بنقدر ننكره هناك انطباع لدي أنه ننظر إلى الكنيسة الكاثروكية وكأننا ننتظر دائما ماذا يعلم قداسة البابا ماذا يأتينا من روما لكي نطبقه في الواقع المحلي النظرة مغلوطة لأنه هناك تعليم رسمي للكنيسة وهو يشمل كل الكنيسة ثم من واجب الكنائس المحلية أن تأخذ هذا التعليم وأن تطبقه في السياق المحلي هنا ممكن أن أعطي مثال ولأمثلة كثيرة لكن أكتفي بمثال في روما تعليم حول قراءة الكتاب المقدس وفهم الكتاب المقدس أكيد هي تعليم اللي بتشمل كل الكنيسة الكنيستنا المحلية أخذت هذا التعليم وقالت كيف نقرأ نحن الكتاب المقدس وما هي الصعوبات التي نواجهها نحن وكيف نواجه مؤمنيننا إلى آخرهين ففي سنة 1993 أصدر البطريارك ميشيل صباح رسالة رعوية بعنوان قراءة الكتاب المقدس اليوم في أرض الكتاب المقدس خلال دراستي في روما بعد سنتين من هناك وجدت الطبعة الثالثة باللغة الإيطالية لهذه الرسالة المحلية بمعنى أنه إحنا قمنا بواجبنا أن نقرأ الكتاب المقدس في إطارنا وإطارنا غني جدا لأنه هناك كتب الكتاب المقدس وأصبح ما كتبه غبطة البطريارك يدرس في روما فعندما نقوم نحن بواجبنا يدرس على أنه الأفضل نموذج لتطبيق تعليم الكنيسة الكاثريكية العامة في سياق معين وهذا مثال مثال ثاني فيما يتعلق في منهج التعليم المسيحي بدأت خبرتنا في عمل منهج محلي للتعليم المسيحي منذ عام 1973 وفي فلسطين في التسعينات مع السلطة الوطنية الفلسطينية تم هناك اختيار لجنة مسكونية لوضع الكتب التي لا تزال تدرس ويعاد النظر فيها كل ما وجب ذلك ولذلك أستطيع أن أقول أنه منهج التعليم المسيحي المعتمد في المدارس البطرياركية اللاتينية هو المنهج المسكوني المعتمد من كل الكنائس وخبرتنا طويلة في أننا مسيحيين في إيماننا ثقافتنا هي الثقافة المحلية هي الثقافة العربية فنكتب بالعربية ونفكر بالعربية ونحلم بالعربية ونعلم من خلال ثقافتنا الأمثلة كثيرة جدا إلى حد أننا نستطيع أن نقول أن هناك لهوت محلي لهوت محلي لا يتناقض مع لهوت الكنسيكاتوريكي أكيد ولكن نستلهم هذه المبادئ والتعليم في السياق المحلي هذا عمل مستمر ليس لمرة واحدة ومدعوين دائما أن نلتزم بالإيمان وليس بما يرتبط بهذا الإيمان من ثقافة معينة في الغرب ونقول أنه تعليم غربي ممكن لفترة طويلة أخذ الطابع الغربي الأوروبي ولكن اليوم أستطيع أن أقول أن وجود هذه الكنيسة في الشرق له طابع شرقي أنا كاهن عربي لاتيني نعم أنا أفكر وأفهم إيماني انطلاقا من ثقافتي العربية أختلف كثيرا في الرؤية مع لهوتين أوروبيين نعم لأنه همي هنا أشترك معهم في نفس الإيمان نعم ولكن من المهم أنه الكنيسة المحلية أن تفكر لأنه في الأخير كل تدريسنا وعملنا هو لخدمة مؤمنيننا نعم الذين يعيشون في هذه الثقافة فما هي رسالة الإنجيل لهم اليوم نعم ونقطة أخيرة ما يساعدنا كثيرا أنه الإنجيل كتب في بلادنا نعم فعقلية الإنجيل ثقافة الإنجيل الخلفية الإنجيل هي خلفية بلادنا خلفة شرقية شرقية نعم فيسهل علينا أكثر من أي بلد آخر في العالم أنه نفهم المسيح نعم الأمثلة كثيرة هذا الأحد كان عن الأعمى أريحة الأعمى أريحة الذي كان يستعطي بالنسبة للعالم يستعطي يطلب الحسنة بالنسبة لنا نفهم واقعه الاجتماعي على سبيل المثال نعم أنه كان شحاد نعم مرذول من الناس نعم لأنه هذا الثقافتنا هيك بتحكي نعم وكيف أن يسوع أعاد له كرامته نعم وعاد له حياة جديدة إلى آخرين فأي مقطع من الإنجيل بطريقة تلقائية نفهمه من خلال ثقافتنا وهذا غينة كبير جدا وغينة يجب أن نشرك العالم فيه نعم عندما نكتب نحن نعم العالم يصغي إلينا العديد من المرات خلال دراستي في روما أو خلال لقائي مع مسيحيين ولهوتين في الغرب أنت ما تحدث عن ثقافتنا أفتح عينهم على فهم جديد للكتاب المقدس فلدينا ما نقدمهم بينها طبعا الأماكن المقدسة ولكن أيضا ثقافتنا اللي هي ثقافة وحضارة الإنجيل المقدس يعني إحنا بنا بالأول على آخر مع التقدم في العلم والزمن حتى بحاجة لفهم جديد يعني قراءة نقرأ وإحنا صغار منقرأ لكن إحنا كل ما منكبر لازم يعني منقرأه نفس النص على نفس الإنجيل نفهمه بمفهوم جديد هذا المفهوم الجديد يأتي بشكل جماعي وليس بشكل فردي كيف نستطيع أن نقرأ الإنجيل معاً كيف نستطيع أن ندرس الإنجيل معاً كيف نستطيع أن نشارك خبراتنا فيما بيننا أعتقد أن خلاصنا في هذا النحي أن نفهم الإنجيل بطريقة جديدة هو أن نقرأه معاً اليوم يمكن أن نقرأ نفس النص اللي قرأناه وإحنا أطفال ولكن اليوم ماذا يقول لنا هذا النص؟ نعم ممكن كل واحد يكون عنده اجتهاد مختلف ولكن لما نقعد مع بعض ولو جماعات صغيرة نعم ونسمع بعض ونشارك خبرات ينيرنا الإنجيل بطريقة رائعة جداً وبطريقة تفاجئنا ونتذكر دائماً نحن لا نعرف الله كما يجب الله لم يره أحد قط نكتشف وهو إله المفاجئات يفاجئنا دائماً مفاجئات خلاصية مفاجئات مفرحة في حياتنا المهم أن نحسن الإصغاء إلى كلمة الله كجماعة كجماعة مسيحية وليس كأفراد أبونا نحن جبنا موضوع أنه التعليم غربي أو شرقي واجهنا في المؤخرة مع جائحة كورونا مثلاً واحدة من الإشكاليات ما بدي أقول لنا إشكالية لكن هذا في جوهر إيماننا موضوع المناولة من اليد أو من غير اليد بالنسبة للغرب كان هذا شي طبيعي لأنه أردي هنا يعني حالياً بتناولوا في اليد وشي طبيعي هذا فنحن وجدنا أنه شي صعب فإنه التعليم الغربي غير عن التعليم هنا في منطقة الشرق عشان هيك بحكي أنه التعليم الغربي أو تعليم بمناطقنا الشرقية إيماننا الراسة في بعض المبادئ ممكن بأوروبا وأميركا بالنسبة لهم إشي عادي لكن عندنا أنه أنت مسيت إشي عقيدتنا فعشان هيك حكينا عن موضوع الاختلاف التعليم الاختلاف التعليم في عندنا خبرة نستفيد منها وهي التقارب اللي صار خصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين ما بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية وبذكر بشكل خاص تعليم المجمع المسكون الفاتيكاني الثاني السبب لهذا التقارب أحد الأسباب الرئيسية هو العودة إلى الينبيع العودة إلى الأصول الكنيسة في الغرب اكتشفت بينهم أنا كالاتينة اكتشفت الأباء الشرقيين وغنى التعليم في العودة إلى الأباء الكنيسة في العودة إلى النصوص الليتورجية القديمة في العودة إلى التاريخ ليس للعودة إلى التاريخ ولكن لنستفيد من هذه الكتابات هناك غنى عظيم جدا اللي استفادت منه الكنيسة الشرقية والغربية فهناك أباء الكنيسة الغربيين وأباء الكنيسة الشرقيين وأباء الكنيسة السريان المهملين نوعا ما للأسف الشديد عندما نقرأ للأباء الكنيسة كلنا نستفيد فأباء الكنيسة الشرقيين هم يخصوني أنا وأباء الكنيسة الغربيين بخصوا كل كنيسة مع بعض من هنا على سبيل المثال المناولة لنصغي إلى أباء الكنيسة ماذا كانوا يقولون الممارسة الأولى كانت في المناولة باليد وفيما بعد ولأسباب عملية ولأسباب لهوتية خصوصا مع دخول بعض من كان يشكك بالقربان الأقدس وبأنه جسد المسيح ولبعض الممارسات غير صحيحة تجاه القربان توجهت الكنيسة في الغرب إلى المناولة بالفم بس إذا رجعنا للقرون الأولى القديس كيريلوس الأورشاليمي للقدس كان يشرح للمؤمنين كيف يتناوله أن يضع يده اليسار على يده اليمين كعرش للمسيح الذي يقبله إلى آخر يحكي عن القرن الرابع للميلاد في القدس فأقترح في هذه المواضيع وهذه الخلافات التي قد تظهر بين حين وآخر أن ننظر إلى أن نعود إلى الينبيع الينبيع الصافية من كلمة الله من قراءة الأباء الكنيسة من النصوص الليتورجية القديمة فتلهمنا بحلول إبداعية عندما كنت أدرس أباء الكنيسة في الكليركية كنت أقول أنهم أذكى مننا بكثير استطاعوا أن يتلقوا تعليم المسيح ويعيشوا في حضارته في ثقافتهم بطريقة لا نستطيعها اليوم فلنتعلم من أباء الكنيسة ولنعود إلى الأصول وهكذا نتخطى أي خلافات أبونا بصراحة تشجعت أن نعمل هيك شيء دورات تنويرية لأمور هذه أنه فعلا أنه مغيبة علينا نحن كمؤمنين وقت المؤمن بكتفي بما لدي وبقول لك أنا الحمد لله يعني أنه مؤمن وخاتم العلم خلينا نتعرف على الأباء الكنيسة عملت تجربة مرة أخدت مقطع من 10 إلى 15 سطر من أحد أباء الكنيسة اللي هو القديس يوحانا فميذة ذهبي الفهم في القرن السادس للميلاد ووضعت هذه الأسطر في عظة يوم الأحد قرأتها كما هي بدون أن أقول لأنا هو ولا حد أن تابع أنه هذا نص قديم كان هذا النص يحدثنا وكأنه يحدثنا اليوم نص رائع جدا فلنقرأ أباء الكنيسة لننشر تعليمهم مش كلها لأنها كبيرة جدا ولكن في مقتطفات رائعة جدا لأباء الكنيسة لكل زمان ومكان 100% تصلح لنا اليوم 100% بعمقها بعمقها اللهوتي بعمقها الروحي وبكونها غذاء في صلاتنا اليومية في عنا قراءة من أباء الكنيسة في الصلاة الساعات في الطقس اللاتيني نقرأ يوميا من أباء الكنيسة ونرى هذه الكنوز فعلا في كتباتهم نشكر يعني بشكرك على هذا التوضيح كمان وأنك ذكرت لنا وشجعتنا للرجوع لليا نبيا مثل ما أنت حكيت أولا نرجع لأسئلتنا لك قداسة البابا فرانسيس وجه رسالة لسينودوس الـ 2023 اللي سينودوس هام وجه رسالة هامة للأساقف والكهنة للجنة التحضير بعتقد للسينودوس عنوانها الشراكة مع الله هل هذه الرسالة انعكاس لأخطاء الكنسية اللي مؤخرا نسمعنا عنها وأنا شارع قداسة البابا وأعلن عنها الأخطاء الكنسية اللي حصلت في الجسم الكليروس بدي أقول فهل هذا يدعو أو السينودوس هذه أو الرسالة هذه تدعو إلى تغيير العقلية اللي تعرف عليها بالنسبة لنظام الكهنوتي إذا منقرأ رسالة البابا بشكل واضح المقصود فيها في التحضير لسينودوس الأساقف كان سينودوس الأساقف يعقد في روما بين الأساقف اليوم القداس البابا يدعو الأساقف إلى الإصغاء إلى صوت المؤمنين نعم وإلى الحوار معهم وإلى تجديد الحياة داخل الكنيسة فهناك الشركة المشاركة والرسالة نعم فبين فترة وفترة إحنا بحاجة إنه نرجع من جديد نجدد الانتماءنا نجدد التزامنا نجدد عيشنا ككنيسة لأنه كثير من المرات عندما نقول كنيسة وكأنه نعنى فيها فقط الكهنة والأساقفة ونسينا أنه الكنيسة هي كلنا إحنا كلنا فكيف نستطيع أن نحمل جميعا هذه المسؤولية بشكل تشاركي هذا الهدف الرئيسي أن يصغي إلى صوت المؤمنين في الأبرشيات المختلفة ثم على مستوى القارات بالنسبة لنا هي البطاركة الشرق الكاثوريك ومن ثم تنتقل إلى روما للسينودوس للأساقفة وهنا نصغي إلى صوت المؤمنين وركز قداسة البابا حتى وخاصة من هم بعيدون عن الكنيسة نعم أيضا هم مؤمنين ولهم حق في الكنيسة ويجب أن نصغي إليهم ونصغي إلى صوتهم ماذا يترتب على ذلك؟ خلينا نستنى وشوف النتائج بس هي حركة أبونا التجدد في الكنيسة مش حركة جديدة مش حركة جديدة بس إحنا بين فترة وفترة بحاجة نرجع من جديد إذا نظرنا إلى كنيستنا في الأردن بحاجة نرجع من جديد بحاجة إلى تنشيط العمل المسكوني بحاجة إلى تنشيط الرسالة تجاه مجتمعنا وبيئتنا بحاجة إلى تنشيط الاندماج كافة المؤمنين كلهم في مكانه لنحمل مسؤولية الكنيسة مع بعض يعني هذه طبيعة الحياة نتعود على نمط معين ثم نقف لنتسأل هل نعيش كما يجب أن نعيش ككنيسة خلينا نعمل التغييرات اللي لازم نعملها فالبابا فتح خداسة البابا فتح الباب بدأ هذه المسيرة وننتظر النتائج ولا نحدد من الآن النتائج تشبيه جميل جدا من تلميذين عمواس نعم تلميذين عمواس لما طلعوا من الخدس كانوش عارفين وين راحين راحين على البيت روحين كانوش عارفين إيش بينتظرهم نعم واللي فتحت عناهم في الأخير على المسيح عند كسر الخبز نعم خلينا نمشي زيت الميدان عمواس نصغي إلى صوت الإنجيل ونعيد ولو تذمراتنا واسياءنا ومجاكلنا وقات الكنيسة متهمة بطيئة 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 إلى آخره خلينا نرجع من جديد ونعمل حي المسيرة وكل مدعو للمشاركة فيها نعم والقدس البابا طلب مننا أنو نسغي للناس نعم ما يستنوا مننا نحكي لهم إيش يعملوا ولكن هم يعبروا عن ما يريدون وعن حتى تحفظاتهم واعتراضاتهم على الكنيسة حتى أنو نرجع وننشط هذا العمل مع بعض نرجع بكل فترة نرجع من جديد والسيندوس هو مناسبة لنا إحنا مش خالين من الخطايا أكيد ولا التقصير ولما منفتح الباب للمشاركة مشا نقول للمؤمنين لحالة منقدرش نخوم بهذه الرسالة نعم إحنا كرجال دين كهنة حتى كأساقفة منقدرش نخوم بهذه الرسالة الرسالة إحنا ممكن أنه نوجهها ندعمها إلى آخره ولكن من يقوم بها هو المؤمن تعليم المسيحي أفضل مثال نعم مش إحنا اللي منقدر أنه نعلم التعليم المسيحي للجميع بدون الاتكال على الأمهات في البيت مع أطفالهم على معلمين معلمات التعليم المسيحي على النشطين في الرعية اللي بيحضروا للأسرار إلى آخره بحاجة إلى المؤمنين ما تتركونا لحالنا نعم تتركوناش لحالنا إحنا بحاجة إنه نشتغل مع بعض رسالة قدس البابا ذكرتني بسينودس الأبرشي سنة الألفين نعم يعني كان الله يساهل عليه أبونا رفيق خوري جدد في الكنيسة مؤمنين في المسيح عملنا خطوات مهمة جدا خطوات جميلة جدا مشاركونا في الكنيسة فالمشركة والمشاركة كان دائما يعني هاي الكلمات أو مفاتيح الكلمات اللي كانت دائما تصرق مراتي مننسى إنه عشرين سنة في جيل جديد نعم في جيل جديد نعم وجيل لا يعرف عن هذه المسيرة نعم نعم للأسر فخلينا نوزغل الشباب الناس اللي كانوا بعدهم مش مولودين نعم قبل عشرين سنة فعلا في حفل تخريج توجيهي قبل عامين حييت من ولد في القرن الحادي والعشرين يعني ولد في القرن الحادي والعشرين وتخرجوا هلا في الجامعات يا الله فلا يعرف شيء عن المسيرة السينودس كما لا يعرف أي شيء عن تاريخ بلادنا الحديث كما نفترض إنه بيعرفوا لأنه إحنا عشناه ولكن لا في جيل جديد لدينا جيل كامل في آخر عشرين سنة نعم خلينا نشتغل مع هذا الجيل ندمجهم ونحكي لهم كيف ندعونا العودة للكليسة لأنه فقدناهم نعم بالأسف وعلى يعني مش شرط بطريقتنا خلينا نسمع لهم نسمع لحاجاتهم حاجاتهم اليوم اختلفت عن حاجات الجيل اللي قبل فبنرجع أبونا نقول ممكن إنه سردنا شيء أول تطرقنا لموضوع الغرب غرب والشرق شرق لكبلنغ لا يلتقيان الغرب والشرق لكن أنت أجبت على هذا السؤال عندما سألت قبله وإحنا بالكواليس قبل التسجيل إنه هالقادر الفاتيكان على التغيير فأكيد بسينودس الفين وثلاثة وعشرين ممكن نعم أنا عربي من هذه البلاد درست اللاهوت باللغة الفرنسية للاهوتين فرنسيين وأكمل دراستي في مدينة روما وبالكنيسة اللاتينية أنا شرخي ولا غربي تعليم الغربي أنا شرخي ولهوتي وإيماني أعبر عنه صح في هذه العلاقة مع الكنيسة الجامعة في كل أنحاء العالم والتي تغني إيماننا ولهوتنا ولكن في النهاية أنا كاهن راعي لهذه الكنيسة فمطلوب مني أن أعبر عن هذه الحاجات المؤمنين في هذا الصياق الذي نعيش فيه نعم فهذه الكنيسة قادرة أن تعمل التغيير بحسب التنوع الشرقي لأنه كنيسة بأعتقد أنها مارنة نعم وليست جامدة يعني أنت ببداية حديثك كنيسة نحية نحية هذا مهم جدا وكلنا بنؤمن بالروح القدس نعم الروح القدس هو الذي يعطي الحياة فالمعرفة الدينية المسيحية اللاتيني استطاعت هل أنت ذكرت أنه الشباب الآن علينا أن ندعو الشباب لأنه فعلا يعني فأدناهم خلال عشرين سنة أنا بقول أنه هل هو موضوع الفقد هل هو كان يعني فشلنا في معرفة متطلبات أو طلبات أو احتياجات الشباب أم هو غيابنا غيابنا عن حياة الشباب فما أسباب هذا الغياب وهذا البعد يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة نعم وهذه الأسئلة مهمة بتعامل مع المدارس نعم أرى هناك شباب وعدين وهناك طاقات إيجابية جدا عند الشباب والشباب يتحملون المسؤولية دائما نتهم الجيل جديد أنه لا يتحمل المسؤولية لأنه جيل على أقل اللي تخيط معهم قبل ما أكون مدير للمدارس كنت مدير لمدرسة الرعية في رمالة في اتصال يومي مع الشباب مع الطلاب طلاب رائعين جدا أصحاب مبادرات بيتحملوا مسؤولية يعني نموذج رائع لذلك هناك الخير موجود سؤالي هل أجبنا على تساؤلات الشباب تغيرت على سبيل المثال هل احتفالنا بالليتورجية مفهوم للشباب هل يستطيع أن يعيش إيمانه ويحتفل بإيمانه في قداس يوم الأحد ولا يشعر حاله غريب يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة كيف ممكن أن القداس الأحد يكون هو قداس يحتفل فيه الشب بإيمانه ويشعر أنه يعبر عنه أو بيشوف أشياء لا يفهمها مثلا هذا نموذج أسئلة الثانية ما هي الطريقة التي نبشر بها جيل اليوم ما هي انتظارات هذا الجيل نفترض أمور كثيرة عنهم ولكن لا نسأل الشباب ماذا يريدون نعم عن ماذا يبحثون في حياتهم على سبيل المثال يعبر الشب اليوم عن إيمانه من خلال التزامه في بيئته أكثر منه من خلال التزامه بحضور الصلاة يوم الأحد مثلا أو مرسة الأسرار المعدادة نعم نحن بالنسبة لنا مهم جدا أكيد بظل دايما مهم مسألة الاعتراف المناول لحضور القداس هذا النمط اللي متعودين عليه ولكن إذا منشوف حياة الشباب والتزامهم واستعدادهم للتطوع ولخدمة الآخرين وللتضحية وإلى آخره يعيش إيمانه بطريقة أخرى نعم كيف يمكن أن نوافق وأن نقف مع الشباب وأن ندعمهم بحاجة أن نصغي لهم وأنه نرجع لرسالتنا التبشرية لهم أن تكون هذه الرسالة تتناسب معهم وأعطي مثل يشعر الشاب اليوم أن التعليم الدينية هي عبئة عليه وأن هناك وصايا ويجب أن يعمل كذا ولا يعمل كذا يعني قيد كأنه قيود عم بتقيده بحياتي بينما هي بشرة صارة نعم هي خبر صار نعم الإنجيل خبر صار كيف يمكن لكلمة الله أنها تكون خبر صار للشاب نعم يكتشف جمال وروعة كلمة الله أنه يجب أن تكون خبر صار إلو يشعر فيه أنه خبر صار من شباب راعين جدا ملتزمين في حياة الكنيسة بس إحنا طموحنا نصل للجميع نصل للي أبعدوا عن الكنيسة نعم نصل للي يعني للي ما بيصل لعنا إحنا وهذا اللي بدعونا إله الخداثة البابا فرانسيس زي الراعي اللي بدور على الخروف الضال إحنا نطلع مشان نلتقي مع الناس خارج الكنيسة وما نستناهم أنهم هم يجل عنا نعم بتحرير لي هذا هو التحدي الجديد بنسبة لنا هذا أبونا اللي بتحكي فيه هذا فكر جديد وأنا بسمعه من كاهن يعني عدة مرات كنا نتساءل عن هذا الموضوع كانت يجينا شوي الأجوبة كانت شديدة اللهجة حق عليكم طبعا الحق على المؤمنين فيعني كانت أنه المسئولية تقع والجهد يقع على المؤمن مش على الكاهن الكاهن موجود في بيته يعني وأنه يسوع موجود في بيته وفي كنيسته فالإنسان اللي بده يطلبه بده يدق الباب عشان يدخل فبيفتحوا له الباب لكن هلأ الأيامات هاي صار صورت أنت بدك تطلع سيد المسيح من بيته هذا اللي بدعونا إله قداسة البابا وصير يطلع يطلع مشان يلتقي يلتقي في الناس زي الميدي أي ماوس كمان يعني هذا أكبر مثال يعني هذا أكبر مثال فإذا ما طلع وشافهم لأنهم بعدوا خاصة الشباب هلأ بعدوا عندهم إيمان لكن برضو تائهين في إيمانهم مش ملاقين الرسالة للحياة أنت بتقول بشرة صارة فرح الإنجيل فمش شايفينوا هذا بحياتهم كيف عم تعمل لي بشرة إذا أنت بتحكمني بالأسرار وعم بتقيدني في أسرار وأنا مش فاهمها فهاي مشكلة الجيل الأيامات هاي بعتقد أنه من يبشر الشباب هم الشباب كيف ممكن أصل إلى الشباب اللي بعاد إذا ما كانش من خلال الشباب اللي ملتزمين في إيمانهم فعلا كيف ممكن أصل للشباب اللي موجودين في الجامعة ما كانش من خلال زملائهم اللي بدرسوا في الجامعة أو في أماكن العمل أو في أي مكان في المجتمع خلينا نحضر الرسل اللي يقوموا بهذا الرسالة داخل المجتمع نتذكر أنه يسوع كان عنده 12 تلميذ بس كان عنده 72 تلميذ نعم حلقة أوسعة حلقة أوسعة حلقة أوسعة مش فقط الـ 12 تلميذ نعرفش كثير عن التلميذ 72 بس كمان كان يرسلهم نعم كان اللي يشفي كله اذهب وبشر بشر نعم فممكن أننا اليوم نحتاج إلى أنه الشباب هم الذين يبشرون الشباب لأنه كلمتهم مقبولة وفيها مصداقية أكثر من كلمتنا في كثير من المرات نعرف إحدى مشاكل الشباب اليوم هي مشكلته مع السلطة السلطة الدينية ويرفض أن السلطة الدينية تقول له أعمل كذا وتعملش كذا والآخر يفيه رفض تلقائي مفهوم أيضا في عمر الشباب مشان هيك المثال الصالح والبشرة بين قصين الكلمة الطيبة اللي بتيجي من زميل إله لها مصداقية للشب الآخر خلينا نحضر هدو الرسل 72 مشان هم ينطلقوا لأماكن العمل للجامعة للمدارس للحارات أسلا وين هم موجودين في البيئة اللي موجودين فيها وهم اللي يكونوا شاركين في الرسالة رسالة الكنيسة أبونا بدي أسألك سؤال يعني وهذا سؤال يعني حابة أطرحه هلا من ضمن اللي إحنا تحورنا فيه عن دور المرأة كيف ترى دور المرأة برضو في خطبة الكنيسة وهي المرأة لما نحكي مرأة إن كانت الشابة إن كانت الأم إن كانت المعلمة إن كانت ربة أسرة موجودة في الكنيسة لكن أحيانا نغيبها أحيانا ما يعني ما منعطيها حقها في خدمة الكنيسة هي عم تخدم من إيمانها من محبتها اللي ما عم بتمنن ولا بتطلب أي مقابل سواء إنه رضاء الكنيسة وربنا فأنت كيف ترى عمل المرأة هل هناك داعي إقداس البابا عم بدعو لأنه يرفع منزلة العلمانية اللي بتخدم الكنيسة اللي بتساعد الكاهن وعم بيطالبه شماسي وعم بيطالبه إلى آخره هنا تصير يعني حتى بالكهنوت لكن المواضيع هذه عندنا إحنا بالشرق يعني هذه بنسميها خط أحمر ما منحكي فيها لكن أنت كأبونا جمال خضر حبي نسمع رأيك في المرأة تبتسألي رجل عن رأيه في المرأة يعني مين دي أسأل المرأة نعم فصراحة المرأة ما بتعطي حق للمرأة مهم أن تحدد المرأة ماذا تريد بس الموضوع في داخل الكنيسة في واقع الواقع الموجود هو الدور التي تقوم به المرأة دور أساسي ولا نستطيع أن نغيب دورها إن كان الرهبات إن كان التعليم المسيحي إن كان الأمهات في البيت إن كان الحضور حتى في الكنيسة هذا الدور لا نستطيع أن نغيبه النقطة الثانية بحاجة أنه نرجع من جديد لتعليم السيد المسيح ولا تعليم الكتاب المقدس لأنه في كثير من المرات نأخذ تقاليدنا وعاداتنا ونقول هذا جاي من الدين لا خلينا نقول شو اللي عمله للسيد المسيح إيش كلمات السيد المسيح فيه نقاط واضحة بالنسبة للكنيسة الكاثوريكية فيما يتعلق بالكهنوت وإنه هذا هو خط الكنيسة من ألفين سنة وأنه الكهنوت هو للرجال ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد دور للمرأة الأمر الذي يجب أن يدرس اليوم بشكل جدي أكثر هو مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات داخل الكنيسة أن لا تكون مغيبة من هنا خطوات البابا فرانسيس أيضا في وضع بعض النساء مسؤولات في دوائر الفاتيكان يجب أن نشركها في اتخاذ القرار موجود أيضا في رعينا في المجلس الرعوي على سبيل المثال إلى آخره المهم أنه تعرف المرأة مكانتها أن تحدد المرأة ما هي حقوقها التي تريدها وأن ندعم جميعنا هل هو أحد الأمثلة ماذا عن الميراث؟ نعم هل تأخذ مثلها مثل الرجل أم لا؟ ما هو رأي المجتمع اللي موجود؟ نعم يعني في المجتمع المسيح أكيد وشو رأي المرأة نفسها؟ اللي كثير مرات بتتخلى عن حقها في الميراث؟ نعم أمر مهم بالنسبة لنا في الأردن في أواسط القرن التاسع عشر بدأت كنيستنا بمدارس للبنات نعم في الوقت اللي ما كان حدا يتخيل فيه أنه أصلا فيه مدارس في بلادنا بدأت رهبانية الوردية لأن تدرس البنات هم نحكي عن القرن التاسع عشر ما كانش فيه مدارس للولاد نعم نحن بدأنا بقديسة الأم مريئة الفنسين أسست رهبانية عندنا القديسة مريم اليسوع المصلوب سافرت على فرنسا وأسست دير في الهند وأسست وبنت دير في بيت لحم وماتت عمرها 34 سنة نحن عندنا نماذج رائعة من بداية كنيستنا بدون ما يكون لنا أي فضل أو أمنة أو شيء ولكن المرأة شاركت بقوة بقرسات الكنيسة والكنيسة من البداية فتحت عناها على أهمية المرأة لليوم بعد فيه محلات مناغ شو نعلم البنات ولا ما نعلمش البنات نعم 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 العقليه اللي موجوده الاخرهي لا أدعو إلى التحرر على الدمط الغربي لا مش هذا المقصود بقدر ما أنه أن يكون للمرأة مكانتها وأن نعترف نحن بمكانة المرأة داخل الكنيسة لها دور ويجب أن يكون لها دور وهي في الفعل يعني في الواقع نعم لها دور من المهم أنه المرأة تكون عارفة ودور المرأة ومكانتها ليس أن تكون شبيهة بالرجل تتشبهوش فينا لأنه مرات كثيرة لها خصوصيتها المرأة لها خصوصيتها ويجب أن تحافظ على هذه الخصوصية نعم وكل واحد في إلهم دور والتكامل في هذا الدور والكرامة المتساوية للطرفين الكنيسة الكاثوركية أول كنيسة اللي بتبدأ بأنها بتسأل الرجل والمرأة بنفس الأسئلة لأنه عندهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزامات ونفس الواجبات ونفس الكرامة الاثنين فخلينا نتذكر دائما هذه الكرامة اللي الله أعطاها عندما خلق الإنسان على صورته كمثاله ذكرا وأنثى خلقهما على صورته كمثاله ومن هنا ننطلق في نظرة ملأ المرأة حلو جميل أبونا بموضوع الوحدة المسيحية وأنا لما بقول محتي مسيحية يعني مش أصدق أنه وحد الكنيس كلها يكون كنيسة واحدة لكن توحد الهدف الهدف لخدمة المسيحيين مدى اهتمام الفاتيكان بهذا الموضوع شفنا كثير مبادرات أنه تقارب الفاتيكان مع كنائس وعائلات كنسية أخرى بمختلف البلاد خلال زياراته لكن مدى اهتمام الفاتيكان بالحفاظ على المسيحيين الشرق خوفا من الهجرة والزوال أكيد أنه أحدى نقاط ضعفنا كمسيحيين في الشرق هو الانقسامات الموجودة نعم وتعدد الكنائس ونقص التعاون بين هذه الكنائس الفاتيكان يبدو الجهود كبيرة فيما يتعلق بدعم المسيحيين ولكن في نفس الوقت هناك واجب علينا احنا نعم نحكي عن وحدة الكنيسة ووحدة الهدف لا تكفي علاقات طيبة ما بين قداسة البابا والبطريارك المسكوني في القصنطينية هذا مثال رائع تمام ولكن ماذا نعمل على المستوى المحلي نعم كيف نستطيع أن نتقارب فيما بيننا على المستوى المحلي في الفترة الأخيرة بدون تحديد سنوات هناك توجه إلى الفرقة والتباعد للأسف في فترات كان في تقارب أكثر ولكن اليوم نلاحظ في حساسيات وفي نوع من الفرقة نرجع نسأل أنفسنا ماذا نعمل لكي نعيش وصية السيد المسيح أن نكون واحدا نكون واحدا نعم الموضوع ليس موضوع مفاوضات ولا تنازلات والآخرين الموضوع هو موضوع أن نكون واحدا في المسيح أن يكون المسيح هو في الوسط نعم وكلما اقتربنا من المسيح نقترب بعضنا من بعض كيف نستطيع أن نكون كنيسة ونقوم برسالتنا وليس أن نعمل صيت وصمعا لذواتنا لأنفسنا إلى آخرين أن نكون خدم للآخرين في يسوع المسيح فيه عمل كثير ينتظرنا ولكن فيه مؤشر إيجابي المؤشر الإيجابي يأتي من المؤمنين أنفسهم وخاصة بفضل الزواجات المختلطة ما بين الكنائس المختلفة نعم في كل عائلة في عندنا أفراد يتبعون الكنائس مختلفة العائلة هي اللي بتجمع الكنائس مع بعض اللاتينو وروم وآخرين وهذا علامة إيجابية كثير من المؤمنين بشعروا أنه إحنا قريبين بعضنا من بعض نعم وتخطينا حساسيات الماضي على مستوى المؤمنين ولكن هناك أصوات أيضا تريد أن تميز وتفرق وإلى آخره ولكن كما بدأت بدأ انشقاق الكنيسة انطلاقا من تباعد المؤمنين فيما بينهم بين بعضهم عن بعض وحدة الكنيسة ستبدأ وبدأت بتقارب المؤمنين بعضهم مع بعض ووقتها شوي شوي يسهلوا عملية وحدة الكنيسة وإما أن نكون معا أو أن نضيع معا أن نخسر معا كلنا كلنا الخسرانين قوتنا لما يكون واحد قوتنا في الشرق تواجدنا هون خدمتنا للمسيحيين وبحاربة الهجرة اللي موجودة ولكن إذا كنا نحن متفرقين كلنا خسر هنا كلنا منخسر فكيف ممكن أن كلنا مع بعض نبني لما بنحكي عن الوحدة الكنيسة كثير مرات بنحكي عن الحوار الحوار اللاهوتي نعم حول المواضيع ولكن بننسى أن الحوار اللاهوتي يسبق حوار المحبة حوار المحبة يسبق ويرافق الحوار اللاهوتي بدون حوار محبة فيما بيننا نصبح خصمين نعم ولكن مع وجود المحبة نجلس معا لكي نحل مشاكلنا المشتركة ونتوحد أكثر فكلما زادت المحبة زادت إمكانية تقارب الكنائس فيما بينها وأنه نحل الخلافات نعم في بعض الخلافات خلافات شكلية ولكن لما بتقل المحبة أي خلاف صغير بيكبر وهذا أمر طبيعي جدا من لاحظه إذا إنسان بحبه كل اللي بيعمله ممتاز وهذا حتى الغلط اللي بيعمله بعذره عليه الإنسان اللي ما بحبه أي عمل بيعمله بنتقده عليه صح صح فخلينا نبدأ ونستمر بحوار المحبة فيما بيننا نحب بعض ما البعض لأننا جميعا إخوة في المسيح نعم وبعدها الحوار اللاهوتي يصبح أسهل بكثير نعم الخلافات يمكن حلها أنا بقول نعم يمكن تخذ وقت تخذ جهد أكيد ولكن إذا وجدت المحبة المسيحية الصادقة فيما بيننا نسهل الموضوع ونستطيع أن نجمع قوانا مع بعض إحنا عدادنا بتتناقص نعم نعم إحنا كلنا الخسرانين فإذا بدنا نشغل لصالح مؤمنيننا وبقاءهم في هذا البلد خل نشغل مع بعض نعم هل هذا موجود في مخطط عملك يعني خلال رسالتك في الموضوع الوحدي بين كنايس أنت ذكرت أنه في خلافات مثلا إشكالية ممكن أقول إشكالية إدارية أم إشكالية يعني في تحديات يعني لكن إذا إحنا طرحنا الاختلافات اللهوتية عن الحوار يعني ما بيننا نترك اللهوت مكان ونبدأ بالتعاون والمشاركة في هدف واحد اللي هو خدمة الإنسان المسيحي في شرقنا إن كان هوني ولا بالأراضي المقدسة نعم فهل يعني الأجدر بنا أنه أنه نركز على هذا الهدف أكثر من أنه نتوحد في لهوتنا أو عقائدنا أو أنا يعني شخصيا أمضيت سنوات في دراستي حول هذا الموضوع لأنه الدكتورة عملت عن الحوار الرسمي بين الكنيسة الكاتركية والكنيسة الأرثوكسية نعم يعني هذا من هم شخصي وأهتمام شخصي إنه نترك الأمور اللهوتية ونتعاون لا أنا بقول إنه نمشي بالتوازي بالتوازي لأنه في بعض القضايا اللي نظن إنها خلافات هي في الواقع ليست اختلافات ليست خلافات نعم لكن اختلافات موجودة نعم وبوجود المحبة المسيحية أتقبل إنه الآخر يمارس إيمانه بطريقة مختلفة عني على سبيل المثال من القرون الأولى هناك عماد بالتغطيس وعماد بالصب نعم إذا كان هناك خلافات ممكن أن نعمل منها مشكلة وأقول هاي خلاف لازم نحله بينما لما في هذا التقبل الآخر كل واحد عنده أسلوب مختلف فممكن إنه نتخطى العديد من هاي النقاط اللي موجودة بحوار المحبة فأنا ما بقول حوار المحبة ونترك لأنه كان هذا توجه في التمانينات والتسعينات لمجلس كناس العالمي منقدرش نحلل القضايا اللاهوتية خلينا نشتغل على التعاون والشغل مع بعض من أجل إنسان بس أنا من رأيي لا نعمل بشكل متوازي فيما بيننا نعرف بعضنا بشكل أفضل نحاول إنهم نحط حالنا محل الآخرين حتى إنه نفهمهم وزي ما بقول دايما أخوي دايما بعذره حتى لو ما بعمل إشي غلط بعذره لأنه أخوي بدي أدافع عنهم طبعا بالآخران إحنا كناس بعض يعني إحنا أخوة في المسيح بدل ما نتهم بعض لا نعذر بعض نعذر بعض فيما بيننا فلنستمر بالحوار اللاهوتي اللي هو عمليا مش موجود في بلادنا يعني ولكن على مستوى الكنيسة والأساس اللي بيحمل كل هذا الحوار هو حوار المحبة حوار المحبة حلو أبونا بنجيجي على السؤال الأخير والسؤال اللي دايما بينطرح على بأي مقابلة تلفزيونية هو عن دور الإعلام في نشر حوار المحبة نشر كلمة ربنا نشر الإيمان المسيحي وحابة أشوف رأيك كمان بخصوص نورسات يعني هالمحطة المسيحية التي تتكلم بالعربية ولكن صارت في هالمحطة المسيحية كمان نورسات صارت إن إنجليش بالإنجليزية لأوروبا وأستراليا وأميركا لأنه مثل ما أنت تفضلت عندنا جيل مع الهجرة ودول اقتراب ما بيتكلم صار عربي يعني لأسب حتى اللغة فقدها لكن إيمانه بيظل إيمان نسيحي شرقي فما رأيك بالإعلام؟ دائما نقول الإعلام مهم والآخرية خلينا نركز على موضوع الإعلام اليوم في فترة كورونا وبعد الكورونا نعم وهذه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الإعلام كغابة نعم وجود محطة زي نورسات كمحطة كاثوريكية موثوق فيها نعرف ما هي رسالتها نستطيع بكل طمئنان أن نوجه مؤمنيننا إلى أن يستمعوا إلى نورسات كمصدر لعرض هذا الإيمان المسيحي ولوضع المسيحيين في الشرق وجود محطة نورسات ومثلها إذا في محطات أخرى أو مصادر أخرى تجنب شبابنا ومؤمنيننا أن يتعرضوا إلى أراء تخالف الإيمان وأراء تحيدهم عن رسالتهم بينما رسالة نورسات والإعلام الكاثوريكي هي رسالة واضحة ورسالة فيها هذا الخبر الصار ورسالة فيها هذا التوجيه للمؤمنين وكثار اللي بتابعوا نورسات في بيوتهم فهيك منكون مطمئنين أن الرسالة تصل بطريقة سليمة صحيحة نقية صافية وليست ملوثة كوسائل التواصل الاجتماعي فإذا كانت وسائل الإعلام مهمة اليوم أهميتها أكبر لأنه الأراء اللي بتصل لمؤمنيننا أراء خبيثة مسمومة موجودة بحاجة إلى إعلام يوصل الرسالة بطريقة واضحة وكما مرة كبشرة كخبر صار إلى المؤمنين من هنا بشكر نورسات على اللي بيعملوا وعلى التفرع اللي بيعملوا نورسات قداس نورسات الشرق نورسات الشباب اللي موجودة حتى فعلا توصل رسالة المسيح للجميع من خلال هذه الوسائل الإعلام أنا بشكرك على هذا الكلام عن الإعلام ودور الإعلام ودور نورسات كمان في كمان خدمة الكنيسة لأنها هي رسالة رسالة المحبة والسلام والطلاق فهذه مبادئ نورسات أبونا أنا أحبك توجه كلمة أخيرة لمشاهدينا عبر فضائية نورسات للمتابعين للشباب ممكن دعوة للشباب من خلالك يعني من خلال هذا اللقاء توجهها لإلهم الرسالتي بسيطة ضل كن بش تقولوا لنا أنتوا الكنيسة خلينا نقول إحنا الكنيسة الكنيسة منعيشها لما كل إنسان مسيحي في بيئته بحسب الموهب اللي الله أعطيها يقوم بهذه الرسالة إحنا ككهنة لا نستطيع أن نقوم بهذه الرسالة وحيدين ولكن بدعم المؤمنين نعم بدعم الشباب في حياته كشاب في بيئته العائلات أهمية قصوى الكهنة في رعاياهم الكشاب جميع الفئات وحتى من لا ينضم إلى أي مجموعة في الكنيسة هو أيضا يحمل هذه الرسالة معا يمكن أن نقوم بهذه الرسالة وحدنا لا نستطيع أن نقوم بهذه الرسالة فدعوتي أن تتركوناش لحالنا دعونا كلنا نشتغل مع بعض وكلنا نحمل هذه المسؤولية وكلنا نحمل هذه البشرة إلى مؤمنيننا بشرة الإنجيل بشرة الإنجيل التي لا تحل المشاكل ولكن تعطينا رجاء رجاء حي دائما مع يأس تلميذين عمواسة نرجع لنفس الصورة في هذا الرجاء الجديد بلقاءهم بالمسيح القائم من بين الأموات نحمل الرجاء والأمل للناس الناس محبطين بما في الكفاية السودوية والمشاكل اللي موجودة ليكن وجودنا ككنيسة حاملين الرجاء للجميع الرجاء مبني على إيمان قوي بالله مبني على إيماننا بقيامة المسيح هذا الرجاء الذي لن يخيب أبدا يعني مع هاي المقابلة وبنهايتها أنا ما بدي أقول عنها مقابلة أكثر ما هي تعليم بصراحة تعلمنا يعني منك أبونا يعني أنا بشكرك على هذا التعليم وهاي المحبة اللي كانت من خلال كلماتك اللي بتحكيها فإحنا نتمنى عليك وإحنا طمعانين أنه مش تكون الأولى المقابلة الأولى لا دائما نكون على تواصل في مقابلات أخرى كمان نتحدث في أمور ممكن تكون لهوتية وكنسية محددة نوجه برضو رسالة من خلال برنامج خاص مع الشباب فمنطلب إحنا على الهوى يعني على التلفزيون نورستات منطلب منك هذا الشيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكراً لكم فمن هنا ومن هذا المكان المبارك ومع الأبي الدكتور جمال خضر طلب مننا السيروا معاً فنسير معاً لخدمة ربنا ونصل الملكوت السماوي نشكرك أبونا مرة تانية وأنتم أعزائنا ومتابعينا على نورستات فضائية نورستات وتلفزيون تالي لوميير نحييكم ونلتقي مجدداً إن شاء الله